اشتركوا في القناة عن شكل شكلها مرة لا تترحمها أنا بس اليوم الشكل موروح عشان مبغى مشاكل مرة الجاي ان شاء الله أوريكم وش أسوي الله لا روح بي تهدي العنف ضد الزوجة شائع وأشبع طبعا حقه يعني وتكلمنا فيه كثير ما يمفي وجود طبعا أنه الزوج أو فيه أزواج معنفين لكن اختلاف صورة ونسبية والأهم حساسية هالموضوع الجدير بالذكر أن التعنيف الوجداني والسلوكي ممكن الغير مباشر هذا اللي دايما رجالي عانون منه التعنيف الناعم أنك يعني أنكى وأشد وطأة من الجسدي وهذا الأسلوب تتفوق فيه المرأة بتكوينها وطبيعي طبيعاتها لناحية الرجل مدري ليش كلهش بس الموضوع جدا مهم خلينا أكيد أعطيكم بعض الأمثلة لما تتهكم الزوجة على أم زوجها مثلا ولما تقول أسرار زوجها الخاصة جدا وشؤون بيتها وبكل التفاصيل أكيد البيتها لها تتوقعون هذا مو تعنيف؟ أكيد تعنيف الجهة الزوج لما تطلب مثلا الزوجة يعني خليني أقول لكم هالمثل الزوجة لما تطلب من زوجها طلبات مادية تعجيزية وهي تعرف أنه الزوج يمر بضيقة بس يعني ما تحاسب على طلباتها ترفع صوتها أمام الأبناء أو أهل الزوج مو هذا أشد أشكال التعنيف يبغالك تفكرين شوي قبل ما تعم فيه زوجك ولما تستحوذ الزوجة على كل راتب زوجها وتترك له أشياء مارة بسيطة ولما تتبجح كمان الزوجة بمنصب أخوها زوج طبعا أختها فلان من الناس لعلوم مكانته أو لعلوم شأنه وبأنه أفضل من زوجها وكيف الحال إن كان ذلك أمام الأبناء وهذا الأشد يعني الشديد بالموضوع والقوي بالموضوع لما أنت تتك كمان على زوجك قدام أولادك وكمان تصرف الزوجة أو تصرف الزوجة بدون علم زوجها وكمان ما نقدر ننسى أكيد شكوكها المفرط بكثرة اتصالاتها انتوين 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 بيطلقك لازم تهدين شوي ولا تفتشين جواله هذا يعتبر من أنواع التعنيف للرجل رفقا بالرجل وأتوقع يعني يعني معرف جاء الوايكت اللي نكافح فيه عنف المرأة ضد الرجل والله لازم حنا نفكر في هالموضوع ولازم يعني نحدد يوم العنف الرجل والله هذا اقتراح جدا جميل أتمنى أنه هو يكون في أمان الله ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر